في إطار مساعد تنفيذ اتفاق الرياض، بدأت لجنة سعودية بعملية حصر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ثلاثة معسكرات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن. لكن، هل يزال السلاح في عدن؟ تضارب أقوال رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يشير إلى أن القصة بعداً آخر. في لقاء مع صحيفة مصرية قبل أيام، أجاب الزبيدي على سؤال يتعلق ببند سحب السلاح الثقيل. مؤكداً أنه لا يوجد سلاح ثقيل بحوزة القوات التابعة الانتقالي. عدا ذلك المتوفر في الجبهات ضد الحوثي بالضالع والساحل الغربي. لكنه حديث تخالفه الكثير من الشواهد، وتصريحات سابقة لعيدروس نفسه. أقب إسقاط عدن وخروج القوات الحكومية منها، تحدث الزبيدي عن اغتنام قواته لأسلحة تكفي لـ 12 شهراً من الحرب حسب قوله. ذكر كمية الأسلحة والدخائر التي تم العثور عليها مخزنة في معسكرات ألوية الحماية الرئاسية، والتي تكفي لقتال عدو الحوثي الإيراني في كل جبهات القتال دون دعم من التحالف العربي لمدة لا تقل عن 12 شهراً كاملة. هذا غير ما تقوله الصورة هنا. هنا رتل عسكري من المدرعات والأسلحة الثقيلة التي تم استدعاؤها بأمر من أبو ظبي عقب أحداث عدن. نحن نازلين من جبهة الساحة الغربي، ندعم أخواننا في المكلسة الانتقالي، ونحن اليوم نتجهين ألوية الدعم والأسناد والألوية العمالقة نتوجهين لعدن، ونحن جنباً إلى جنب أخواننا في المكلسة الانتقالي. لحظتها ظهر هاني بن بريك في شوارع عدن، على ظهر إحدى المدرعات منتشياً بنصر خاضته الإمارات نيابة عنه. تقول مصادر متعددة إن أغلب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي سيطر عليها الانتقالي لم تعد موجودة في عدن، حيث تم نقلها إلى الضالع ومناطق خارج المدينة لتظل بمنأاً عن يد اللجنة. يبدو أن الانتقالي لا يزال يستعد لمعركة قادمة، ولا تزال في جعبة أبو ظبي الكثير من الفوضى عبر أدواتها. كعادة كل ميليشيا يدرك المجلس الانتقالي ما يريده، غير أن المثير هو موقف الشرعية، الذي أصبح مجرد استجابات راضخة لتوجيهات الرياض وسفيرها. عادت الحكومة انتشار قواتها أو سحبها من مواقعها ومعسكراتها في المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة، ثوب مديرية بيحان بشبوى ومحافظة مأرب، وهو ما يؤكد أن عدن لن تكون محكومة إلا بدويلة شكلية، وعلى نحو الأدق فإن عدن ستكون تحت سيطرة القوات السعودية، وأن الشرعية بوهنها وارتخاء قبضتها باتت لا تمثل سوى أحد أطراف نزاع غير قابل للحل في عدن وصنعاء على السواء. اشتركوا في القناة